ايه ده؟ هاي بيبي ايه يا ابني ده انت مجنون؟ خضتني وبعدين جبت العربية دي منين؟ اللي بتوع من حناوي تعالي بس انت مجنون على فكرة ما انا عارف يا ستي يلا وراكي شغل النهاردة؟ اه اكيد هايل ايه؟ ايه رايك نقدي يوم في السخنة؟ لا 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 انت اكيد مجنون سخنة ايه؟ بس تسمع مني انا خلاص مزبك كل حاجة ومسدقة اخدت الاجازة يلا بنا بقى وهو ازاي كده يعني؟ ازاي ايه بالزبط؟ ازاي يعني انزل من بيتي قبلك فجأة وقرر ان اسافر معاك يعني؟ بصي هو موضوع كبير بس بسيط بمعنى؟ بمعنى ان انا واول مرة بكون انا بفكر في حاجة فعاملها وعشان انا على طبيعتي معاكي انتي كمان بقيت كده عارفا لما يبقى في كلام كتير قوي جواكي او زيت يقل ومش لاقي ولا كلمة ليه بس؟ مش عارف بس يعني احنا ممكن نزكت لا يا راجل بقى مسافرين كل ده؟ وبعدين تقولي نسكت؟ لا لا خلاص مش هسكر مش هسكر بص يا نور من الاخر كده يعني عشان ماينفعش افضل ساكت طبعا انا بقالي مدة مش عارف مالي بسمح حماد اهلال بتأثر من اي حاجة وانا مش كده اصلا بص انا مش رومانسي وبقعد اضحك لما هتخالي ان انا في يوم الايام هبقى رومانسي بس انت بجد غريبة فيك حاجة مش طبيعية غير انك زي الامر بص انا مش فهم حاجة يعني بص يمكن اختصلك كل الكلام اللي انا عايز اقوله في كلمة واحدة بس بحبك لا مش وقت سكوت يعني رد علي طيب طب شاوري ملاش تتكلمي طيب لا انا بس يا ربي على الاحراج ابوس ايدك ببقين دول دايما يبقى بعديهم سوري بجد انا اسفة انت زي اخويا وشوية دول وانا تهرت منهم لا خالص انا كمان كنت عايزة اقولك نفس الكلام ده بس كنت خايفة يا انو لازم تعذرني في ده احنا عرفنا بعض فجأة وكل حاجة بيننا كانت صدفة وخايفة تسرع انا ما فهمتش حاجة على فكرة نور انت بتحبيني؟ يو بقى بحبك ده انت فاصيلي الو انت فين يا انو؟ ما انا قلتلك يا حناه وراح اشوف ناس صحابي مش متطمن لك يا لأ لا تطمن انت خاف على العربية ما تحورش فكك بقى يا عم بقى ما تبقاش تنح هيحصل لها ايه يعني العربية ما معايا وإيه اللي هيحصل لها ايه؟ انت عملت فيها حاجة يا لأ ولا ايه؟ يا عم ام العربية زي ما هي ما تحسنش بقى اني خدت حاجة منك انو العربية لو رجعتلي فيها ايه؟ ايه؟ خدش واحد انا مش هرحمك على فكرة انت اوفر وكلامك كله مبالغة مابتقيا كده لو العربية فيها اي خدش انت مش هتشوفني اصلا بلاش التهديدات دي بتاعت البشر بقى انت بتكلم جني طب يا عم الجني خلص يومك ورجعلي انت والعربية امشي بقى سيبتك اكمل يومي انت ليه رغاي؟ انو الدنيا تتاخر وانا مش اقلل حد اني مسافرة انت عشى الاول في اي مكان لذيذ هي عشوة بسيطة حبيبتي ما تلاقيش وكده كده انا مش هرجع وانا جعان يلا يا روحي لا 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 بجد مكان شكله شيك اه اه فعلا اهلا بيكم يا فندم اهلا اهلا تحت عمركم تاكل ايه يا قلبي؟ انا ممكن اكل بيت زي سلامي تحياتي تمام في عندكو وجبة الخرطيط الازيذة؟ شرباط يا فندم شرباط اه معلش هو بيحاب الهزار؟ طب عندكو اي نعم الزواحف؟ انو مالك في ايه يا جماعة انا مش بغرج انا غاية ميت من الجوة خلاص يا عم قتلي نص حوت مقلي وميت نار سموزي شرباط يا فندم حاجب لحضرتك شربة سيفو اي اوامر تانية؟ لا شكرا استنى يا عم انت في ايه يا انو مالك بترخم على راجل كده ليه؟ ارخم ايه والله العظيم جعان انا مكلتش حاجة المهم يا قرنو قولي انت تقدر شغال مع حنوي؟ انا عارفة طبعا انو خيلك بس انت زي مؤمن بجوة العفريت والجن والكلام ده يعني؟ ايوة ما لا لا جنة وعفريت اللي هي اللي اصدقها لا ده ده انا عشان حنوي بس يعني ايه اللي بيدحك بس انا مش فهمك؟ لا يا حبيبتي مش الفكرة يعني بس قصدي يعني ما لهم يعني العفريت والجن او الجن بالاخص ما لهم يعني؟ ما لهمش يا قرنو بس ما هي الشغلانة يعني؟ لا ما تنسيش ان حنوي اللي بش عاجبك ده هو اول واحد كان السبب في اللي احنا نعرف بعض اصلا لا وكمان هو اللي حل موضوع الجوازة المنيلة بتاع ابوكي اللي كان هيرميكي فيها طيب جميل ايه علاقة ده بقى بالجن؟ عمو حنوي يراح واتكلم مع الناس واقنعهم حنوي مين؟ حنوي ده اصلا مالوش لازمة انا اللي اقنعت الراجل وقلتله ايوة قلتله وايه المشكلة ما انت برضو بشر انا مش فاهمك يعني ايه بشر اه ايه يا ستي انا فاهم بس الفكرة ان يعني لوه الراجل فاشل في شغله او كذاب كان زمانه قفل انما هو حتى الان فاتح والناس كلها بتتعامل معاه من الكبير للصغير لا يا انو انت عارف طبعا وانا عارفان في ناس كتير في مجتمعنا بترمن مشاكل والغلط على غيرها والدجل والكلام ده كله ما هو فعله مش بيعمل حاجة يا انو اللي عايز يحل مشكلة اكيد مش هيعمل عمل والكلام ده طب هو عامو حنوي ذات نفسه لما بيعفو مشكلة بيحلها بنفسه ولا بيعمل اعمال بقى ويكلم جنة وعفاريت خلاص بقى يا نور بقى انا ملاحظ ان حنوي ده اخد اكتر من وقته النهاردة انا مالي بحنوي انا المهم عندي انك ما تشتغلش الشغلانة دي يا انو عشان فعلا ملهاش لازمة ولا مستقبل سيبيني طب ادورها في اتنغي كده واشوف ممكن اعملي توعدني يا انو؟ اوعيدك يا قلبي فين يا ابن الحوت الو ايه يا حنوي ايه حطيش البيك مئة مرة عشان ترد ولا ايه حنوي انت ليه بتفسني بجد ليه يعني ايه المتعف كده بطمن ايه على ايه عليك يا عم بقى ارحمني ام العربية بخير ما تقعدش اتحور اتقولي بطمن عليك سدقني اخدلك سيلفي طابلة العربية المفروض ان ده اقف فيه يعني واتحك وكده؟ لا يا عم اتحكش بس فكك مني واعتقني يوم يا اخي ما انا مش فاهم انت اغطصان فين يعني؟ يا سيدي مع اصحابي قلتلك انت هتعمللي فيها حبوب وانا جاي بصباح تشتغل معي ركز يلا ركز في شغلك وما تقوليش اصحابي والجو ده اقفل احنا وبقفل ده انت راجل ممل طب انجز انجز عشان كنت فين يا عم؟ كنت بقى اعمل مكالمة كده يا حبيبتي هالاكل حلو؟ اه اه جدا مالك يا عم؟ مفيش مكالمة في الشغل كده دايقتني شوية يلا بينا بقى عشان احنا تأخرنا قوي يا نور اه يلا بينا نخلصت إلينا نخلصت وبين Jessie يالا بينا العربية